بعد المعلومات التي رشحت عن حركة للسفيرة الأمريكية ليزا جونسون مستقلة عن حركة سفراء الخماسية المؤجلة إلى مبعد عطلة العياد مرتبطة بالملفين الرئاسي وتطبيق القرار 17-01 أكدت مصادر في حزب الله للـ OTV أنه من الواضح أن جونسون ترغب بأن تثبت وجودها على ساحة العمل الرئاسي في البلاد من خارج الخماسية بخاصة أنها في أكثر من مرة أرادت أن تبرهن أن لحركتها استقلالية إلا أن الإقاءات التي تقوم بها السفيرة تعطي وزنا لأطراف داخليين لا يقربون ولا يؤخرون في الخيارات الكبرى وأضافت المصادر صحيح أن حركة سفراء الخماسية مرجأة إلى مبعد العياد إلا أن المعنيين بالملف الرئاسي أو تطبيق القرار 17-01 معروفون والموفد الأمريكي آموس هوكسين يدرك جيدا هذا الأمر وهو يعرف مع ما يتحدث لذلك ما تقوم به جونسون هو حركة بلا بركة وتعبئة للوقت ليس أكثر هذا وكانت صحيفة الشرق الأوسط لفتت نقلا عن مصادر نيابية إلى أن تعليق تحرك سفراء اللجنة الخماسية إلى مبعد انتهاء عطلة العياد لم يمنع سفيرة الولايات المتحدة ليزا جونسون من تكثيف لقاءاتها على خطين الأول يتعلق بحث النواب على إخراج انتخاب رئيس الجمهورية من التأزم فيما يتمحور الثاني حول ضرورة تهيئة الظروف السياسية لمنع توسعة الحرب لتشمل لبنان وذلك بتطبيق القرار 17-01 بشكل تدريجي وهذا ما يعمل من أجله الوسيط الأمريكي آموس هوكستين في هذا السياق التقت سفيرة جونسون الأعضاء في تحالف قوى تغيير النواب ميشيل دويهي ومارك دو ووضاح الصادق وأعقبت اجتماعها بهم دعوتهم مع نواب في المعارضة لتناول العشاء إلى مائدتها إضافة إلى النواب فؤاد مخزومي وغسان حسباني ولياس حنكش وعضو كتلة التنمية والتحرير فادي عليمي رئيس اللجنة النيابية للشؤون الخارجية